السلام عليكم هنشوف مع بعض الوشن اللي هو رقم 4 نحن هنشيل العمود اللي ورا وهنسيب العمود اللي هو ناحية السلم تمام نشوف فقا اللي هو البروزر الاخير اللي هو النهائي ان احنا هنشيل العمود اللي ورا خالص تمام احنا اتفقنا ان هو الاتنين حالين وقفين لحد الطيبين هنطلع ده بس الحد منسوب السلم وفوق مش هنطلع اي حاجة هوم الاتنين من فوق مش هنطلعوا في الدور الروف اهو ولا في اي عمود دائري اهو اه وده هنطلع يشيل السلم وده كان حل كويس جدا لان هو هنا ما ينفعش ان احنا هنشيل العمود ده لان هيبقى خطر وهنخلي شريحة السلم طويلة قوي توصل لحد ورا او توصل لحد كور زي الاوبشنات اللي احنا قلناها قبل كده فده كان اوبشن رقم 4 ان العمود يطلع لحد السلم وفوق شلنا ده خالص في الفرست وفوق طبعا ما فيش اي عمودة خالص تماما طيب كان ايه الحل بقى فوق ان احنا نحط اه دروب كده كبيرة او تسميك في البلاطة بالشكل ده بسمك 45 سنتي تمام والادي الاميدة المزروعة اللي هتطلع تشيل الغرف بتاعت السطح مكتوب عليها fc1 اهي اهي بالشكل ده ما فيش مشكلة وتحت بقى في الاساسات هننزل تحت هنشوف مع بعض الكالكوليشن بتاعتها دلوقتي اوبشن الاخير اللي هو رقم 4 ادي كده البراط الفرست ادي كده العمود طالع هنا عند السلم بالشكل ده وفوق ما فيش اي حاجة ما خلاص ما فيش مشكلة ادي كده colom strip والباقي البلاطة دي تعتبر متشالة على 3 side slab ادي كده واحد ودي كده colom strip ودي كده الكاميرا مع الكوربل تمام 3 side slab هي زي الفل ما فيش مشكلة تمام حتى لو اعتبرتها كبولي هتشتغل برضو معاك وترمي على البلاطة دي فيش فيها مشكلة مهم بس العمود اللي هو بتاع السلم ده لان هو مهم جدا عملنا كالكوليشن بالشكل ده dead load بكزا والlife load بكزا ادي العمود تمام هنا تسليح السمك زي ما هو 30 سنتي فيش في اي مشاكل long term deflection safe بل بالعكس هنا بمنطقة بعيدة عنها خالص زي option برضو كنا قلنا ال option اللي هو ترقم اثنين option رقم اثنين اللي هو هنشيل العمود اللي وراء نفس الكلام بالظبط بس الفكرة بقى العمود ده هنطلعه لحد متسوب السلم بس وفوق في الروف مش هيتطلع معانا خالص تمام هنا محتاج نشان هنزود اي حاجة عندي العمود الدائري مريح مع العمود اللي جنبيه تمام ده كان قمشا كنت عملته في الاول ولكن لما دخلنا راجعناه في البلدية مهندس البلدية قال ان عشان هنا العمودة دي مزروعة فهنحتاج ان احنا نقلل ديفليكشن شوية يعني هنا ديفليكشن هنا كان طالع طالع تمانية عشرين ميلي اللي هو حوالي اثنين علامة تمانية سنتي وهنا كان نسيف وما فيش اي مشكلة فيه ولكن عشان هنا كان في عمودة ترانسفير اه على البلدية ترانسفير ده هيت عمودة مزروعة يعني فحب ان هو يقلل ديفليكشن لعشرين ميلي اللي هو اثنين سنتي فعملنا اللي معانا اللي هو التكبير بالشكل ده اللي احنا قلنا عليه عشان يقل ديفليكشن خالص لاتنين لاتنين سنتي تمام هنمشي ان اللي هو ده بتاعنا اهو آآ عم يحتاجين حديد اضافي هنا وحديد اضافي هنا بالشكل ده مفيش مشكلة تمام آآ ادي الشكل معانا اهو الشكل السري دي بيوضح ادي العمود ده طالع لحد الطي بيم وهنا طالع لحد منسوب السلم بس والسلم طبعا مش ميتمثل في الموديل هيتمثل من اول الطي بيم نشوفها كده مع بعض في ادي الطي بيم بتاعت السلم وطالع بس الحد المنسوب بتاع العمود الدائري معانا بالشكل ده ادي اهو شكل تاني بيوضح الدنيا مش طالع اللي فوق اهو طالع بس لحد منسوب بتاع السلم تمام اه دي العمودة كلها سيف مشكلة زادت شوية اللون بتاعها زادت شوية العمود ده العمود ده شال اكتر شوية ولكن ستيل ان هو سيف مفيش فيه اي مشكلة الحوايد بتشاك عليها عالحامل الرقصي ديد لود ولايف لود او ديد لود ولايف لود مع الرياح تمام بحسب الاسورتي او الحاجة اللي انت بترجع معها تمام في الفيلال طبعا ممكن احنا نسيف على الاحمال الرقصية مع الرياح تمام الا لو مثلا منشأ على بحر او حاجة زي كده ممكن يتلب منك ان انت تدخل عليه زلازل المهم نزلنا الاساسات الاساسات عمودين ههم رايحين مع بعض عادي جدا مش الحملة مش مائل ناحية جهة منهم يعني فيه الابشن اللي هو انشيل خالص هتلاقي العمود ده هو اللي شال كل حاجة هتلاقي هنا انصيف الدنيا ضربت الدنيا ايه البانشنج جهة انصيف كل حاجة انصيف لا احنا اهو ده شايل كويس جدا اهو هيمايل الكاف في الناحية دي هيشيل مع العمود ده الحملة يتوزع تمام زي الفيل ده لو شلته مفيش مشكلة تمام فيش في اي مشكلة مهم ان حصل التزيان على القعدة الدنيا بقت تمام والقعدة اه اصبحت معنا سيف عادي مفيش فيها مشكلة على الاحمال اللي هي جاية عليها على الاحمال اللي هي جاية عليها اه ده هو ندرس مع بعض البانشنج اهو سيف اه دي كمت البانشنج راجحها مع الابشنات القبل كده هتلاقي ان ده كان زي ده ده كان زي ده او بوينت او حاجة عشان هما الاتين كانوا متشاريين اساسا في الابشن اللي هو اللي قبل ده على طول اللي هو لما يشيلنا العمودين مع بعض لا دلوقتي القيم زادت اه دي العمود ده طالع لحد السلم زبط الدنيا شوية اهو وشال مع ده ده يعتبر اهو بوينت تسعة حاجة فيش مشكلة مهم ان هو سيف وده ابتده يشيل معاك بس فمشينا على البروبوزل ده وده طبعا كان اقل تكاريف خالص محتاجناش ان احنا نزود العمود او ندعم العمود ده محتاجناش ندعم العمود ده ولا اي حاجة ولا ندعم الاساسات اهو ادي سورة من من سورة الريبورت كمان الرفت الرفت عندنا اهي البرينك بس بتاعتها اعلى من من اللي هي الايزوليتد واخد بالك يعني الرفت دي مفروض ان هي بيدلك برينك بس اكتر من الايزوليتد حسب تقرير التربة ادي القيمة اللي هي المية وستين اهي اكبر حاجة عندنا سالب مية سبعة وعشرين يعني البرينك بس تي محقق معانا وزي الفل تمام التسليح اللي كان موجود قبل كده في اللوح موفي وكان محطوط هنا حديد اضافي تعالى نشوفه مع بعض نشوفه في لوحة الاساسات اهو محطوط حديد اضافي من البداية ما فيش فيه اي مشكلة بس كده يبقى اول احتاجنا في الاوبشن ده اول احتاجنا ان احنا ندعم الاواعد شوفنا حتى الاعميدة اللي حواليه سيف على الحديد اللي هو موجود ومتنفز كنا ورسلنا المرحلة الثانية زي ما قلنا ان احنا وصلنا لحد ارضية الدر الارضي كان راجل كان عامل شركنا على الاواعد اللي جنبيها والاعميدة اللي حواليه برضو كلها سيف من خلال طبع مودل اللي احنا نشوفه مع بعض قبل كده وعلى الاساسات وكل حاجة تمام ما هو بالشكل ده فده كده بريف سريع عن الموضوع عشان لو جالك حاجة زي كده تقدر تتعامل معها وتقدر تدي كتير للمالك لما انت هتدي له كتير وهتقول له رقم واحد رقم اتنين رقم تلاتة رقم اربعة ده كزا وده كزا وده كزا وده هيكلفك كزا وانهي انهي منهم افضل طبعا اللي هو كان ده لما شن العمود اللي وراء ولما شن العمودين بس اطلعنا العمود الدائري اللي قدام لحد السلم هما دول كانوا افضل حاجة العمود ده لما ترى لحد السلم ده طبعا كان افضل حاجة اللي هو ده مع ده طبعا لما شلت العمودين الدنيا بسط خالص والتكلفة عقلية جمعت جدا لو وصلت مثلا على ما اتسكر كانت ميتين الف كانت ميتين الف درهم عشان تدعم الدنيا تتكبر العمود اللي جنبه وتنزل تكسر تحت وتشيل العزل وتحفر وبعد كده تزود في الاساسات وترجع التاني تردم وتعزل وتعمل الكلام ده كله وتحط سلاب انجريت تاني اه وتدعم العمود وتزود تسلحي اضافي في البلاطة اللي فوق اه وتحط دروبان الكل ده كان عمل تكلفة كبيرة جدا واخد بلج وان انت تشيل العمود اللي ستير طبعا ده خطر اصلا يعني انت تشيل العمود اللي هو ده وتسيب اللي ورا يعني هو ده اصلا مالوش لازمة الفكرة كلها في العمود ده ان هو خطر جدا ان انت تسيب شريحة السلم طويلة او كده هو اصلا سلم مش عادي يعني سلم كده ولا هو هلكال ولا هو سبايرل السلم بين الاتنين وان الشريحة التعزي تكون طويلة جدا كده فبس هم دول كده الاربعة وربوزل وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله